مفهوم الخطيئة دكتور فريد هو أخ طبعا وهو خادم للإنجيل وهو أيضا طبيب أخصائي طبعا طب نفسي أهلا وسهلا دكتور فريد أهلا بيك أخي نزار إحنا فرحانين أنك رجعت موجود معنا حتى تشاركنا في هذه الحلقة شكرا وأنا كذلك دايما نتكلم عن مفهوم الخطيئة طبعا إحنا جايين من الشرق الأوسط مفهوم الخطيئة عند كتير ناس مسلمين مسيحيين لها مفاهيم معينة في مفهوم الكبائر والصغائر في مفهوم الخطيئة المميتة والخطيئة العرضية وفي مفاهيم أن الخطيئة يمكن أنه لما بزني بصرق بقتل أنه هي هاي الخطيئة لكن خلينا نبتد في البداية شو هي الخطيئة اللي بنتكلم عنها في هذه الحلقة جيد أننا في بداية الحلقة نعطي تعريفا لما هي الخطيئة الخطيئة نقدر نقول إذا أخذناها لغويا هي تأتي من كلمة يخطئ ويخطئ يعني لم يصب الهدف حادة دون أن يحقق الهدف يعني زي واحد بصوب سهم تمام وأراد أن يضرب الهدف تمام حادة عن الهدف أو شخص في ماتش لقرة القدم ولم يمكنه أن يسدد الكرة فيقولون أخطأ التصويب فلم يحقق الهدف ده المعنى اللغوي في معنى آخر لا هوتي هرجع له الخطيئة هي تعدي أقوال الله تعدي قانون الله فالله يقول كلام وأنا كإنسان أتعدى أكسر قانون الله نمو صلى